الكهرباء اليوم أكثر أغلب المزارعين اللي التقينا بهم هو مشكلة الكهرباء يقول لك الكهرباء إجورها جدا عالية وللعلم أنه ماكو تجهيز كهرباء نعم الإجور جدا عالية وللعلم أنه الكهرباء من جاعد يجون يأخذون منه مثل ما يقول الرسوم أو الجباية جاعد يقدرون تقدير من يوم هم يأخذون ماكو مقياس ويجي قيس المقياس ويشوف انتش كثر نعم تقدير جاعد يقدر من يوم ويجيين الوصل الرسم مال الجباية على الفلاح سبعين ألف خمسين ألف مئة ألف هذا اللي بدون ما يشوف المقياس هو النظام يعني هسا إذا أروح على المحطات الارتوازية نعم عبر ارتوازية على محطات أهضار نعم إذا أروح اليوم ما ألقي عدادات من الكهرباء حول هاي المحطات تلقي عدادات بس ما لهم أي دور ما يجون يقيسون العداد مثل قبل ويقول لك أنت عليك هالكثر من الكهرباء من يوم ومن الدائر يسجل عليك هلقى التخمين ويجي عليك يجوز آن يبطل ماتورة ما يدير سنتيا متروك البير مالي ويطلع عليه جباية ورسومها الكهرباء فهذا الشيء مو صحيح نعتبره مخالف للقانون مخالف للعمل نقول إذن ماكو عداد بس ماكو قراءة إلا العداد تغدير منهم يقدرون ويسوون هاي الشغلات وهذا مو صحيح هاي الضر الفلاح فكلها على الفلاح الفلاح إذا كلها الضر عليه يعني شبه ينقرض الفلاح إذا ما يقدر بعد الدولة إذا متعين الفلاح الزراعة تنقرض بالعراق كله طيب إذا لم تكن لخصي المشاكل ناحية السحق كنا نعرف منطقة زراعية من الفواكه والخضر نعم اليوم شنو اللي تحتاجه حتى ترجع الفلاح من سايخ تكسي إلى المزرح اللي يحتاجه الفلاح اليوم أولا الدعم الحكومي المتمثل بالكهرباء والكيمياوي يوفرون للفلاح كهرباء وكيمياوي الكيمياوي يعني بدينا إحنا نضحك أغلب الفلاح عافوه لأنه ينطول للدونم كيلوين أنا مثلا زارع ميت دونم ينطون كيلوين شا سوي بهن ذني وين أخذن الشنو ميت دونم ينطوك ميتين كيلو ميتين كيلو شا سوي بهن ذني احنا الاحتياج الفعلي كل طن حنطة بذروة بذروة طن كيمياوي نعم فهذا يعني أنا شوف الدولة ما متوجهة لدعم الفلاح بصورة صحيحة أي وأكون مماطلة بتوزيع الكيمياوي والمخازن فارقة نحنا الساعة موسمة الإذري في ناحية الإسحاقي ما استلمنا أي شيء ولا توجد في مخازن الإسحاقي أي نوع من أنواع الأسمي الكيمياوية شكرا جزيلا المشكلة تريد أن أطرحها أكو قصة من الفلاحين في عام 2014 أثناء السقوط قاموا بتسليم حنطتهم إلى السايلوات وأخذوا وصولات وكتب رسمية من السايلو يعني الفلاح كان واقف عسرة يوم 24-5 تعرف ما بنفس النهار يروح يسلم الحنطة مالتون ظل واقف عسرة الحد ما وصل 14-15-6-20-6-19-6 كانت الحنطة وفيرة وفي ذلك العام محافظة صلاح الدين أخذت الأول بالعراق فالدولة ما جاء تنطينا يقول لك الحد عشر ستة نصرف الفلوس وراء عشر ستة ما ننطيه للفلاحين ومع العلم أكثر الفلاحين اللي سلموا عندهم كتب وعندهم مصولات تثبت بأنه السايلو هو الاستلم وتم نقل هذه الحنطة من السايلوات وتوزيعها إلى المطاحن وتوزيعها إلى المواطنين يعني الحنطة اللي تسلمت بس سايلوات ما تم سرقتها من أحد بس عصوا بفلوس الفلاحين وما جاء ينطونها للفلاحين